اشتركوا في القناة ده النبي الإنجيلي وسفره أكبر سفر في الكتاب المقدس بعد سفر المزامير 66 أصحح يعني رجل مش سهل ليه وزنه ومع ذلك لما شاف مشهد الله على الكرسي العالي والمرتفى فقلت ويل لي إني هلكت مش حاهلك يوم من الأيام طب ليه تهلك يا ليه هلكت يا شاعية يقول لي أني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن ده أنت ساكن وسط شعب الله يا عم يا بختك أنا ساكن بين شعب نجس الشفتين لأن عيني قد أبصرت الملك رب الجنون أنا بشبهها أنا في قوضة ظلمة يمكن لابس فردتين شرب كل فردة لون شكل ما أنا في قوضة ظلمة لما أطلع في النور بتاع الشمس الله إلا أنا عامله ده هكذا الإنسان وهو بعيد عن الله تمر كويس أحسن من جار اليمين وحسن من جار الشمال عندما أظهر وأمثل أمام الله عندئذ أنا أشعر كم أنا في ذاتي دانيسون ونجس نفس الفكرة بتلاقيه في إشاعي 64 ستة يقول برضو إشاعي صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة خرق مهلهلة بالية كل أعمال برنا يعني الأعمال البر اللي بفتخر بيها قدام الناس أكسف إن أظهر بيها قدام الله ترجمة نانسي قنقر